ترقص الرئيس عبد الفتاح اسيسي النهاردة لاجتماع مجلس الامن القومي واللي تم استعراض فيه بطبيعة الحال التطورات اللي بتحصل داخل الاقليم عندنا خصوصا مسألة التصعيد العسكري في تجاه قطاع غزة صدر عن هذا الاجتماع مجموعة من القرارات مواصلة الاتصال مع الشركاء الدوليين والاقليميين من اجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين ده على سبيل مثال قرار التاني تكسيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الاغفية والاقليمية من اجل ايصال المساعدات المطلوبة وهتوصل تلاتة التشديد على انه لا حل القضية الا حل الدولتين مصر قالت كده يبقى هيحصل كده مع رفض واستهجان سياسات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار استعداد مصر القيام باي جهد من اجل التهدئة وطبعا اطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد انه امن مصر الامن القومي المصري هو خط احمر اظن احنا مجربين الخطوط الحمراء التي يضعها الرئيس احنا اللي مجربين العالم مجرب الخطوط الحمراء المصرية بتبقى عاملة ازاي مجرب وشايف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة